بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من المحور السابع والذي بعنوان Clearance Fit كلمة Clearance تعني فراغ في فراغ بين القطعتين اللي راح نجمحهم وهذا أكثر استعماله سيكون في مسألة تجميع الشافت والهول هنا معانا الشافت هذا الشافت وهنا معانا الهول من الملاحظ انه على الشافت موجود معانا هذا الشافت كله صلد معانا الحد الأقصى للقطر والحد الأدنى للقطر تمام من الجهتين طبعا هذا ايش هذا هو ال Interval of Tolerance IT المجال المسموح به لإنتاج هذا العمود فقطر العمود اللي راح يتم تصنيعه لابد أن يكون محتوى بين الماكسيموم والمينيموم هنا معانا الماكسيموم دياميتر هذا الفاي ماكسيموم تبع الشافت وهذا ايش؟ هذا الفاي مينيموم يعني لو رسمناها هكذا هذا بتكون ايش؟ هذا الفاي مينيموم يعني الماكسيموم detalator يعني المينيموم diameter وهنا معاناp هنا معانا الماكسيموم diameter في ماكسيموم القطر النهائي للعمود راح يكون بين هذن الاثنين بين المينيموم والماكسيموم يعني ممكن يطلع معانا عمود هذن قطره بين المينيموم والماكسيموم القطر في لو تلاحظوا هنا على الهول مثلا نفس الطريقة هذا هو الائتي بالنسبة للهول هذا الائتي تبع الهول اللي هو مجال التسامح في الثغب اللي هو الهول فقطر الهول رح يكون بين المينموم والماكسيموم فين المينموم؟ هذا المينموم القطر المينموم نسميه مثلا D المينموم للشافت وهذا D ماكسيموم للشافت إنتاج هذا الشافت أو تصنيعه رح يكون يعطينا بقطر ما بين المينموم والماكسيموم ما بين المينموم والمكسيموم فنلاحظ شيء هنا مهم جدا أنه القطر المكسيموم تبع الشافت أقل أصغر من القطر المينموم تبع الهول وبالتالي يسهل تركيب الشافت العمود على هذا الهول وهذا الفراغ المبينهم الذي يتراوح ما بين صفر إلى قيمة معينة هذا يسمى كليرس ومن هنا جاءت تسمية كليرس فيت وكلمة فيت تعني إيش قطعتين نبغى نجمحهم مع بعض هل هم ممسكين شديد في بعض أو ممكن تحريكهم بطريقة أخرى رسمة الفيت سنستعمل هذه الأشكال عموما لو ناخذ اللون الأخضر مثلا نستعمله للهول هذا المربع اللي معانا بالنسبة للهول تمام مأخوذ هو جزء صغير من هنا تمام هذا المربع يتراوح بين إيش بين المينيموم دياميتر اللي هو هذا والماكسيموم دياميتر اللي هو هذا فعلى طول هنا معانا إيش معانا دي ماكسيموم أو الماكسيموم ديفيييشن وهنا الدي مينيموم تبع الهول أوكي هذا الهول لو غيرنا اللون بالنسبة للشافت هذا المستطيل بالنسبة للشافت مأخوذ من هنا هذا الجزء مأخوذ من هنا فهنا هو الماكسيموم دياميتر تبع الشافت فاي ماكسيموم وهنا هو المينيموم دي فيييشن اللي هي الفاي مينيموم تبع الشافت اللي هي هنا على هذا المستوى هذا المينيموم وهذا الماكسيموم فمن الملاحظ هنا معانا هذا الفراغ معانا هذا الفراغ اللي شايفينه بقلم التمييز هذا ما بين المربع العلوي الذي يرمز للهول والمربع السفلي الذي يرمز للشافت هذا الفراغ يمكن من تركيب الشافت على الهول بطريقة سهلة هذا ما يسمى بالكليرانس كليرانس فيت طيب الحد الأقصى لهذه الحالة ما هو اللي موجود على هذه الرسمة ما هو الحد الأقصى الحد الأقصى زي ما احنا شايفين هنا انه الماكسيموم فاي الماكسيموم فاي هنا على الشافت يساوي تقريباً أو على البوردر على الحد ليش للمينموم دياميتر تبع الشافت تبع الهول هنا الشافت وهنا الهول انتاج أو تصنيع قطر للشافت بين المينموم والماكسيموم قد يكون هنا مثلاً هذا الفاي تبع الشافت وأيضاً بين المينموم والماكسيموم تبع الهول بين المينموم والماكسيموم أيضاً دي فراح يركب الشافت هنا الشافت بسهولة على الهول ويكون فيه فرغ طبعاً الفراغ هذا المرسوم مبالغ فيه قليلاً هو في حدود سام سام مايكرونز فبالنسبة لكليرانس فيت لابد أن يكون معنا إيش لابد أن يكون معنا ماكسيموم شافت دايمانشينز لس دن مينموم هول دايمانشينز شكراً للمشاهدة